ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزة من الغزوات لما أرجع بعض الصحابة قالوا جعتني يا رسول الله فكشف عن بطنه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يختص منه فالرجل قبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام وسأل لماذا فعلت هذا قال ترى ما نحن فيه فأردت أن يكون آخر عهدي أن يمسش بشرة بشرتك وهذه في فائدة جليلة يا إخوان وليه الأمر من هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن الغلاث الذين يعيش يقولون ولو زنى ولي الأمر نص ساعة على التلفاز ولو فعل ما فعل ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك فإنك إيش تسمع وتطيع ولا تفعل أي شيء ولا تطالب بحقك يقولون هل هذا من إسلام لا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك نهى عن الخروج وإلا ينزع أحد يدم من طاعة صحيح لكن ليس معنى ذلك أن لا تطالب بحقك من قال هذا الأمر لو ظلمك ولي الأمر في الإسلام تذهب وترفع عمره إلى القاضي ويأتي كما يأتي غيره في مجلس الحكم ويقضى بينكما فإن كان الحق لك تأخذه وإن كان الحق لي والأمر أيش يأخذه هذا عبر التاريخ الإسلامي موجود ليس عندنا قدسية لولي الأمر أنه لا يتعرض له ولا أيش ولا يشتكى عليه ويفعل ما يفعل يأخذ الحقوق ولا أحد يسأله ولا أحد يقول له اتق الله ونحو ذلك من الأمور هذا ليس في الإسلام والدليل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخوان لما اشتكى عليه يهودي أتي بأعليه في مجلس الحكم عند القاضي شو ريح وعند القاضي شو ريك عفوا عفوا شو ريح ولما رأى اليهودي ذلك أسلم اليهودي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يأتي إلى مجلس أيش القضاء ومع ذلك يقضي له يحاكم بهذا الأمر فأسلم اليهودي هذا هو هذا هو الإسلام أما يخرج المرجع الآن المعاصرين ويقولون أيش يقولون ولي الأمر ولو زنى نص ساعة ولو فعل ما فعل ولا تعرض له ولا تذكر اسمه ولا تفعل ذلك هذا ليس من الإسلام في شيء إنما هذا هؤلاء القوم أرادوا أن يتزلفوا إلى الحكام فأحدثوا هذا المحدثة وهذه البدعة وليست من دين الإسلامي في شيء ولهذا الملك عبد العزيز رحمه الله اشتكى عليه رجل من القاضي الشيح عبد الله بن حميد رحمه الله كان هو القاضي فدع الملك إلى حضور المجلس فقال هل يجوز لي أن يوكل غيري قال نعم يجوز لي أن توكل غيري كما يجوز لي غيرك أن يوكل فوكل شخصا آخر بدل عنه أن يحضر وقضى الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله لم يكن قد اعتدى على هذا الرجل الذي اشتكى عليه الشاهد من القصة هل عبد الله بن حميد رحمه الله خارجي لما فعل هذا الفعل هل خالف الإسلام في هذا الأمر لا بل هو طبق الإسلام كما جاء في النصوص الشرعية لكن هؤلاء لا يفقهون ولا يقرؤون وينقرؤوا لا يفهمون وينفهموا لا يطبقون لأن الأمر أمر هو ليس هو أمر شرعي واتباع للدليل ومع ذلك آذوا خلق الله في سنين طويلة الاتباع وتقديم الدليل على أقوال العلماء ونحو ذلك من الأمر لما جاء الأمر من ناحيتهم ضربوا بالدليل عرض الحائط وأخذوا العياذ بالله يتعصبون لهؤلاء المرجئة من أنصاف المتعلمين ترجمة نانسي قنقر